السلام عليكم ورحمة الله وإخواني الأفاضل أينما كنتم حياكم الله نحن اليوم الأحد 28 أبريل 2019 والساعة تقريبا العاشرة وخمسين دقيقة بتوقيت الجزائر أود أن أعتذر لكم على التأخير طبعا أنا ما زلت مسافر والسفر يعني أن الإنسان ما يكونش عنده نفس الإمكانيات لا في ناحية الأنترنت ولا في المكان اللي يتكلم منه ولا أحيانا حتى الإدارة نشوف حتى الإدارة هي شوية مزعجة يعني واللي أخرني أكثر هو أني كنت نحاول أيضا أني كنت تدخل على اليوتيوب لكن للأسف ما نضعش للأنترنت يعني على كلين أود قبل كل شيء أن أترحم على أحد الجزائريين اللي قتل قبل ساعات وهو محسن بن عيسى اللي قتل في مشادات وقاعة ما بين أصحاب مرصنع يوكوس للمياه المعدنية في تبسا وما بين المتظاهرين في مدينة الحمامات مدينة الحمامات اللي هي جزء بطبيعة الحال من تبسا فالمعلومات اللي عندي لحد الآن من مصادر موثوقة تقول بأن الناس حتجوا على المصنع خاصة أن هناك ألاف شاحنات لتحدث ضجيج كبير وتحدث مشاكل كبيرة يعني هناك مشاكل كثيرة طرحها هذا المصنع مصنع يوكوس ومصنع يوكوس هذا تابع لواحد كان سيناتور وكان دي بي تي وكان وبعد دخل له الولاده اسمهم الإخوة بعلوج هذا المصنع هو المياه المعدنية يعني سيطر على المياه في حين أن المدينة في حد ذاتها مدينة بسة تعاني من عطش والناس يعانون من مشاكل المياه بلا توقف بينما هاد الأشخاص سيطروا على المياه المعدنية ويبيعوا في هذه المياه المعدنية ويحدثوا في مشاكل كبيرة في المدينة ولسكان المدينة فالناس احتجوا ورد عليهم الاحتجاج على ما يبدو وأنهم احتجوا ربما بعضهم لجأ إلى حرق المصنع أو محاولة حرق المصنع فكان الرد عليهم بالبروت هذا بعلوج هذا الإخوة بعلوج جابوا مجموعة من المجرمين وأطلقوا النار عن الناس الآن في عدد من الجرحة وفيه شخص على الأقل توفى شاب على الأقل توفى هذا محسن بن عيسى إن شاء الله يجيب ربي الخير في هذا الموضوع بالذات لكن هذا يعطينا فكرة أخرى مرة لأن هذا بلعوج وبعلوج صاحب المصنع يعني نادوا للعرش انتاحهم نادوا للعرش انتاحهم باش يواجهوا صاحب الحمامات وكاننا وكاننا فيش دولة وكاننا فيش دولة ينادي للعرش الناس يجيبوا سلاح يطلقوا للرصاص وتتساءل السؤال وين هذا الدولة اللي نحن نعرف أنها أحيانا تروح تختطف الناس الناس من بيوتهم أحيانا يختطفوا الناس من الشارع أحيانا ومعارفين وطبعا ما تطلعين وتلفنات تحت الرقابة وكل شيء وشافوا الاحتقان وشافوا لكن تشعر أن هناك جهة معينة تبحث على تعفين الوضع وذلك نزيد نعطيكم مؤشرات أخرى على تعفين الوضع فهذا العنف الليحدث وهذا عملية القتل اللي أدت إلى قتل والجرح للناس أول شيء طبعا يتحملوها المجرمين هذا أصحاب المصنع وأقول مجرمين لأن فيه قتيل الآن على الأقل محسبه شهيد إن شاء الله وفيه جرحة ثم يتحملوها طبعا لمرتكبين العملية وأولا وقبل ذلك تتحملها الحكومة أو العصابة الحاكمة لأنها هي اللي رهي تسير في البلاد وهي اللي رهي هي اللي رهي مسيطرة على البلاد وداخل هذه الحكومة أو هذه العصابة طبعا يوجد كبار جنرالات يعني نحن نعرف اليوم أن الحكم كامل وكل الحكم هو في يد قيد سالح والجنات الذين معاها فهو قيد سالح مش فاهم أنه أيضا حينما يسيطر على الحكم كله ورح يتحمل كل مش فقط الأمور لكن أيضا أن يتحمل ما يحدث من أخطاء لهذه العصابة موصي إخواني في تبسة وفي غير تبسة في الحقيقة في أي مكان هو أن يكون هناك أن يكون هناك فعلا حكماء وعقلاء أن لا يتركوا الأمور تمضي في اتجاه خاطئ ولا يلجأ الناس في الاحتجاجات وهذا بل يكون واضح أيضا عندما يقوم الناس بالاحتجاجات أن تظل احتجاجات سلمية وتظل مظاهرات سلمية ويظل التعبير عن الغضب سلمي في كافة الظروف لأن العنف بأي طريقة كان لن يؤدي إلا إلى تعفين الوضع وتعفين الوضع نحن نعرف أن هناك جهات في الداخل وكما هي في الخارج تريد تعفين الوضع جهات في الداخل اللي رأي مسيطرة على البلاد راهي ترفض للشعب الجزائري أن يتحرر راهي تكره هذه المظاهرات خاصة المظاهرات الجمعة راهي تكره المطالبة بالمحاسبة والمحاكمة راهي كل هذا راهي تريد أن تظل تسيطرة على البلاد كما ظلت يريدون أن يظل النهب ويظل تظل الرداء ويظل الفساد ويظل المفقر يفقر أكثر والمعطل يعطل دائما والناهب ينهب كل يوم أكثر إلى آخر يهدره موجود إذن فإخواني أنتم الذين تحتجون في أي مكان اليوم أيضا كانت في احتجاجات في مسيلة وكانت في احتجاجات في أماكن أخرى يجب دائما مهما كانت الظروف وتحت أي ظرف كان أن نلتزم بالسلمية السلمية ليس معنى أن تكون أن تكون باسيف أن تكون سلبي أو تكون لا إذا واجب الأمر أن تقوم بأعمال معينة تقوم بها لكن اللجوء إلى الحرق أو اللجوء إلى رمي الأحجار أو اللجوء إلى هذا لا يمكن أن يكون النقطة الثانية بالنسبة لإخواننا الآن خاصة حول هذه القضية بالذات في تبسة فعلى عقلاء العرشين يعني لأن الآن قضية عرشية للأسف وبكل ألم على عقلاء في العرشين أن يكون واضح الأمور بالنسبة إليهم من قام بإطلاق الرصاص وقتل وجرح أو قتل الشاب هذا يجب تسليمهم لقوات الأمن ويجب القاء القبض عليهم بدون أدنى بدون أدنى تردد يعني ولازم الناس ما تأخذهاش الحمية يعني حمية الجاهلية العرشية أو هذا خطر شيء هذا من المدينة انتاعية أو من العرش انتاعية أو تخف معاه لأنه سواء كان ظالم أو مظلم لا إذا كان مظلم تخف معاه تفعليه إذا كان ظالم تحبسه تمنعه عن ظلمه تمنعه عن إجرامه تمنعه عن فساده هذا هو المنطق في الأشياء إذن إخواننا خاصة حرارة بسا وعقل المدينة وعقل العروش هناك عرشين هناك أن يكون الأمور هذه واضحة بالنسبة إليهم وأن لا يتركوا الأمور بأي حال من أحوال تتجهي للتعفيل لأن هذه رأي استراتيجية يتبعوها بعض المجرمين أقول بعض ليس كل بعض المجرمين اللي رأي فيديهم اليوم السلطة هو أن تنتشر الخصومات بين الشعب الجزائري سواء خصومات عروشية أو خصومات بين أحياء أو خصومات حتى بين فرق رياضية طبعا الخصومات الإديولوجية ينفخوا فيها والخصومات اللغوية أو الأحيان اللي يحبوا يدروا عرقية وإن كان معناش أعراق المفروض هذا رأي استراتيجية استراتيجية التقسيم ديفيزي بوريني فرق تسود وفرق تسود هذه رأي استراتيجية فليكن واضح أن لا نسمح لهم بهذا رأي عندهم استراتيجية فرق تسود فرق تسود وعندهم استراتيجية تشجيع التنطع والتشدد وعندهم استراتيجية محاولة تفكيك هذا الحراك هذه الثورة السلمية ومجموعة استراتيجيات في هذه النقطة بالذات إذن ليكون واضح نمضي دائما بطريقة سلمية وفي هذه الواقعة على العقلاء أن يتحركوا ولا يسمحوا بأي تمديد أو تمدد لهذا العنف كان فيه اليوم أيضا قضية شغلت الناس شغلت الكثير من الجزائريين ومن حقهم أن ينشغلوا في الحقيقة وهي ما تم في تيزيوزو في جامعة تيزيوزو الحديث اللي ألقاه أو قالوا فرحات مهني المجرم فرحات مهني باش نكون واضحين تكون أمور دقيقة ولماذا أقول المجرم لأنه باختصار بسيط هذا رو يحب يهدم البلاد ومشروعه كما يتحدث عليه هو احتلال جزائري للقبائل يعني يتذكر وحفهم مع هذا المنطق ومع هذا الإنسان يعني الجزائر تحتل القبائل هل هذا منطقي ما هو من القبائل المتواجدين في كل الجزائر صحيح هناك منطقة يتركزون فيها لكن هم أبناء هذه البلاد ومتوزعين في كل في كل البلاد ومن حقهم أن يكونوا في كل البلاد مثلهم مثل إخوانهم في أي مكان آخر كيف يكون هذا الماك وصاحب هذا فرحات مهني المعروف تاريخه هو وبعض الكمشة اللي معاه اللي هم كثيرين منهم على الأرجح أنهم تديرهم دياريس وتديرهم جهات أخرى على الأرجح كيف يسمح له ونحن نعرف أن جماعة المخابرات كانوا عارفين كانوا عارفين أنهم يعرفوه ليس جديد عليهم واستخدموا عدة مرات لتخويف شعب الجزائري العصابة استخدمت استخدم المتشددين المتطرفين سواء باسم القبائل أو باسم العرب أو باسم الإسلام أحيانا والمسلمين أو تستعملهم تستعملهم لتخويف طرف الآخر ولخلق محاولة خلق خصومة بين الجزائريين هي لا توجد لا توجد خصومة بين الجزائريين لكن الجماعة هذه تصرف كالاستعمار مثل ما كان يتعامل الاستعمار مع الجزائريين بش يبقى مخوفهم من بعضهم ويبقى بدخلهم الشك في بعضهم ويبقى يقول حتى كان يقول واحد الوقت لو كان تذهب في فرنسا نتواجعنا ناكلوا بعضانا نفس استراتيجية يطبقها هذا وهذه نفس استراتيجية تبقتها بريطانيا في الهند تبقتها فرنسا في الجزائر وفي غير الجزائر تبقتها دائما مستعمر تبقتها أمريكا في العراق مؤخرا تبقتها في أفغانستان إذن عقلية استعمارية فالجماعة هذا وش هذا وش هذا شو تعلموا تعلموا الأمور الشيطانية انتعى التخريب بدل ما المخابرات هذه كانت تعرف جيدا من هو هذا فرحة مهني وش رح يقول هو رح يقول صراحة رح عنده سنوات هو يقول باللي أن المنطقة القبائل تحتلها الجزائر ويعتبر العالم الجزائري عالم الاحتلال ويعتبر الجزائريين كيفما كانوا محتلين بمعنى أن القبائل الجزائري بالنسبة له القبائل اللي يقول أنا جزائري وهذه الأغلبية العظمة مش الأغلبية العظمة هذه انتعى القبائل اللي هما بالنسبة لهم ما يدخلهمش في عقلهم أن يجي واحد يقولهم تدخلوا على 99% من الأرض الجزائرية باش ندوا 1% ونسموها دولة القبائل ما يدخلهمش في عقلهم لا تنضي بالعقل ولا بالمنطق ولا بالمصلحة الاقتصادية ولا بالتضحيات انتعى المنطقة من أجل تحرير البلاد ولا لا تنضي بأي منطق فأي عاقل في منطقة القبائل طبعا سيفضل ربما يكونوا بعض الشباب اللي اللي تعرضوا لضغوطات أو اللي ما زال ما عندهمش خبرة أو ربما تجذبهم أحيانا بعض الأفكار المتشددة والمتنطعة مثل انتع هذا الشخص وربما بعض العقليات العنصرية العقليات الإقصائية العقليات الصغيرة هذه تجذبهم هذا العنصري لكن أغلبية العظمى مستحيل بالنسبة إليها أن مشروع أنا قلته أكثر من مرة مشروع جماعة الماك هو مشروع حرب أهلية في منطقة القبيل لأن الأغلبية العظمى من الجزائريين اللي هم يقولوا إحنا قبيل بالنسبة إليهم هم جزائريين بعد ما هم قبيل وقبل ما هم قبيل ناهيك على أنهم مسلمين أيضا وناهيك على أنهم يعرفوا أن الحديث على دويلة في تيزوزو بجاية هو انتحار ولا يعقل أن يقبل واحد بنسبة 1% من توراب الجزائري ويتخلى على 99% كما هو مشروع المال وكان كثير من أخواننا القبيل يردوا على هذا السفيه ويعني يرى فيه كتابات وفيه ردود وفيه لكن سؤال مطروح الدياريس منتعى الجنرال القيدي كانت عارفها باللي كان كان هذا المحاضرة في تيزوزو وكانت عارفها وشي يقول فرحاتم هني لماذا تسمح بذلك وحنا نعرف أنها منعت كثير من الأحرار باش يلقوا محاضرات عندنا أخونا مصاب شاشي منعوش حال من مرة باش يلقوا محاضرات آخرها في وهران عندنا أخونا سليم بن خدى منعوه باش يلقوا محاضرة في الجامعة اللي يدرس فيها لفاكسونترال اللي هي اليوم اسماها جامعة يوسف بن خدى مسمي على الوالد انتاعه وهو بروفيسور كبير جدا ومتخصص في أمراض القلب واحد الطاقات الجزائرية الهائلة في التخصص انتاعه منعوه باش يتحدث على الثورة على الحراك في محاضرة تمنع وهناك كثيرين اللي يمنعوهم يعني أنا أعطيت تمثيلة بسيطة هذه تمنع الأحرار تمنع الناس اللي يدعو إلى حرية شعب الجزائري إلى وحدة شعب الجزائري إلى نهضة شعب الجزائري إلى نهضة الجزائر تمنعهم لكن المتنطع المتشدد اللي يسمي الجزائر احتلال والعالم الجزائري عالم المحتلين تتخليه علاش هاو السؤال الخوتي اللي تطرحوه هذا السؤال اللي يطرح على قيد صالح والجنات اللي معاه اليوم إذا كانوا قبل يقولوا بللي هذه مسؤولية ابو تفليقة ومسؤولية من معاه السؤال اللي يطرح اليوم على قيد صالح وجنيرالاته العشرين جنيرال اللي يراهم الآن مسيطرين على السلطة في البلاد كيف تسمحون لهؤلاء السفهاء ولهذا السفه بالذات أن يلقي كلام وهو يتحدث على أن الجزائر على أن الجزائر قوة محتلة كيف تسمحون بذلك وهذا السؤال اللي يطرح على الذباب الإلكتروني والذباب أيضا اللي راح يسبح بحمد القاعد سيدكم صالح هذا كيف سمح ومخابراته وشرطه ودركه ووليه كيف سمحوا لهذا المعتوه أن يتكلم إلا إذا كانوا هم أيضا بل هم المفكرين والمخططين لمحاولة تقسيم الشعب الجزائري جنرال صالح لا تلعب النار جنرال صالح لا تلعب النار أنت اليوم راك الحاكم الفعلي للبلاد أنت وكمشة الجنات اللي معك وراك عندك كلام ثلاثاء كما قال قالت واحد السيدة يعني كتبت شعار كان رائعين قالت الثلاثاء يهددنا الأربعاء يعتذر والجمعاء يمنع لنا الجزائر الدخول إلى العاصمة هذا كرمز فقط من رمز التشبيه المسؤولية الأولى اللي وقعت اليوم في تيزيوزو تقع على الجنرالات اللي رنفيدهم البلاد نحن عارفين اليوم كي بدوي ما يسمى برئيس الحكومة أو الوزير الأول كي بن صالح ما يسمى برئيس الدولة كي وزراءهم كي ولاتهم لا يقدمون على أي شيء بدون أن يستأذنوا من كبار الجنرالات ونحن عارفين أن الدياراس أو اللي اسمها اليوم الدياراساس أو مش عارف شونا نسمينها كانت تعرف وتركت الأمر يحدث باش تزيد الضخم راهي دايرتها في الأنترنت عن طريق ذباب انتاحة ذباب رهيب تدعمه الإمارات وتصرف عليه الإمارات وتصرف عليه مخابرات البلاد بأموال شعب جزائري أيضا راهي دايرة محاولات لضرب العرب القبائل محاولات لا تتوقف وسمحت اليوم لمجرم سفيه معتوه أن يخرج على الجزائريين ويقول كلام هكذا في تيزيوز أنا قلت هذا الكلام منذ سنة سنوات طويلة وأنا نعود ونكره شوفوا إخواني القبائل المتطرفين الرد انتاحهم يجي من عند القبائل الأحرار القبائل العقلاء العرب المتطرفين الرد انتاحهم يجي من عند العرب العقلاء الأحرار وهم الأغلبية العظمى مثل ما القبائل الأحرار العقلاء هما الأغلبية العظمى حتى ما يقولش تقريبا كلهم على استثناءات بسيطة الإسلاميين المتطرفين يجي الرد عليهم من طرف الإسلاميين أو المسلمين الأحرار العقلاء ما نخلوش نكون أسرع عند المتطرفين المتطرف هذا راه نفسه يكرهها نفسه يكرهها راه مشروع أنتع حقد أنتع انتقام أنتع كراهية أنتع بغض أنتع عنصرية فما تتقلوش بأي حال من الأحوال أن تكونوا أسرع عند المتطرفين وجهوهم أخواني القبائل لازم تواجهوا هؤلاء جماعة الماك بالسلم سلميا دائما أنا ندعو إلى السلمية لكن تواجهوهم كيفاش نواجهوهم الشباب الصغير اللي مش فاهموا يتبع في هذه الجماعة الماك لازم فاهموه باللي هل يعقل أن تتخلى على بلادك كاملة اللي ماتوا من أجلها أجدادك وأبائك من أجل أن تتحرر واللي هي بدونها حتى اقتصاديا حتى منطقيا حتى يعني وجود دويلة صغيرة هكذا لا معنى له رح تفقد كل شيء حتى من منظور المصلحة فقد تفقد كل شيء فما بالك من منظور الأخلاق والتاريخ والجغرافيا والقوة والبلد الواحد إذن خاطبوا هؤلاء وراه كين كتابات وكين كثيرة اللي واجهت ويجب أن تكثر هذه الكتابات خاصة مع أخواننا القبائل وبكل اللغات مش فقط بالفرنسوية كتبوها أيضا بالعربية كتبوها أيضا بالانجليزية كتبوها وبطابعة الحال كتبوها بالقبائلية وقولوها بالقبائلية وقولوها بأي منطقة آخر باللغات الأمازيغية وهذا الخطاب أقولو نفس الشيء بالنسبة لخوتنا اللي رام يشوفوا باللي راه كين بعض العنصرية اللي بدأت تظهر باسم العرب وبعض الشباب اللي بدأت تجفذو الربما الكلام العنصري لأنه يفهموه شاب في ما نشع عارف أنا في سعيدة ولا في مسيلة ولا في لغواط ولا في بشار ولا في وهرن ولا في عنابة يقدروا يفهموه آه القبائل هم الليدار شوفوا البلاد هذا وأنا قلت أكثر من مرة نظام هذا ما هو لا قبائل لا عربي لا شاوي لا مزابي لا تارقي لا هندي لا صيني لا هو من هؤلاء جميعا وهذه العصابة تحقر جزائرين كل جزائرين كل الجزائرين بلا استثناء وإظهار أن جيهة مضطهدة ولا جيهة تضطهد هذا كلام مش صحيح ولم يكن يوما ما صحيح والدليل هو يحيى هذا قبيلي هو سلال هذا قبيلي هو نزار اللي يفتح الجحيم على الجزائريين شاوي هو القيد صالح شاوي هو بتفليق أو السعيد وخاوتو عرب هو العربي بالخير عربي هو محمد العماري عربي وقائمة طويلة بمعنى أن القتل والمفسدين والمجرمين من كل هؤلاء واللي يعاني منهم الشعب كله من كل هؤلاء كنت حاب نتكلم على أشياء أخرى لكن هذ الموضوعين اللي هما في نفس الوقت موضوعين يحزنون يعني كلا الموضوعين يحزن ربما أخذوا لي الوقت أطوال إن شاء الله تكون لفرصة باش نتكلم معاكم غدوة أيضا حياكم الله يا أخوان إنما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته